موسيقى بخرجة ميدانية أخرى لمداهمة الشواطئ وتأمين موسم الاستياف قامت اليوم وحدة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني دي وهران مرفقة بوحدات أمن ولاية وهران بالقيام بمداهمة مشتركة خصصة لكافة الشواطئ بإقليم دائرة أرزيو مست مراقبة مجانية الشواطئ ومواقف السيارات ومراقبة محلة الأكل وكذا أماكن الراحة والاستجمال كل هذه التدابير تدخل لغرض ضمان راحة وأمن المصطفين والزوار الوافدين للولاية حيث مكنت هذه العملية من حجز 201 قرص مهلوس 376 وحدة مشروبات كحولية من مختلف عنواع والأحجام قارب صيد بدون رقم 556 كرسي 204 مظلة شمسية و2012 طاولة في إطار ضمان مجانية الشواطئ تم تعريف 1530 مركبة و500 شخص حداش منهم كانت إيجابية شخصين محل الأمر بالقرض وخمس أشخاص محل أحكام قضائية ومرأة محل البحث في فائدة العائلات كما تم معالجة قضية عارفة وتنبؤ فيما يخص الشعوذة وممارسة الطلاسي وقضية إنشاء وكر للدعارة وتم توقيف من خلاله ثمن نساء ورجل أما في جانب الشرطة الخاصة فقد تم تحرير 40 محضر وقراري غلق لمحلات التجارية تم توقيف 11 شخص في إطار المتاجرة بالمخدرات والمشروبات الكحولية مع المركبة المستعملة وعائدات الترويج المقدرة بـ 123500 دينار جزائري ويبقى الرقم الأخضر 10.55.1548 تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن أي تجاوزات